علشان يفضل الزخم ده شغال فهتجد هنا ان الرئيس قال ايه بقى وجه بتكوين مجلس امناء لمتابع التنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي يعني مش توصيات وتبقى ملف وحلو وجميل وهيتحط في الادراج لا ده هيبقى فيه ناس قاعدة شغالة على متابع التنفيذ هذه التوصيات وبالتأكيد هذه التوصيات هيبقى ليها جداول هالزمانية علشان ما تبقاش ايه ما احنا بننفذ هو عارف انت احنا يعني ماشيين كده بالتصوير البطيء لا ما فيهاش الحرب ما خلصتش والكورونا ما خلصتش ده بالمناسبة لسه فيه كورونا لحد دلوقتي الناس لسه بتتعب في كل حتة في العالم وارد خلاص ما احنا تعلمنا بقى الدرس وارد يطلع لنا يا رب امنع يعني بس يطلع لفيروسات جديدة حروب جديدة الى اخره فاحنا ما عندناش طرف ان احنا نمشي في الجزمة الاول الطرف ده مش موجود عارف عم ايوب ماينفعناش خلونا بعد اذن حضراتكم نسمع مقططف او مقطع لكلمة او من كلمات الرئيس البدء الفوري بوضع اللمس السياسات والتشريعات اللازمة لتنفيذ توزيات المؤتمر ونصائح الخبراء الاقتصاديين لتكون خارج الطريق لمسار الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة مع التوجيه للحكومة باجراء تقييم شامل بشكل دوري للاجراءات المتخزة للتأكيد على فعاليات وهنا في النقطة دي بقول لكم اعملوا مجلس امنا منكم من كل اللي موجودين اللي معني من ده من المفكر الاقتصادي والمثقف الاقتصادي وحتى الجامعات الاقتصادية ورجال الاعمال من كل المعنيين والمهتمين بالموضوع بتعملوا مجلس امنا اعملوها مجموعة عمل عايزين نسموها ايه لكن مجموعة العمل دي تبقى نقطة الصالة دكتور مصفى بينا كدولة وما بين اللي احنا بنعمله انتوا قلتوا دي القضايا واحنا اتحركنا فيها طب احنا اخفقنا في ده وولنا نعمل ايه ليكم رأي فيه نتحرك مع بعض فيه انتوا خليكم المنصة اللي تتكلم على الدور انا بقول انتوا راجل الاعمال لكن اكيد لما يكون فيه الغرف على سبيل المثال او المؤسسات المدنية اللي شغالة وعمل لها يعني عناصر مهتمة بالموضوع لما يكونوا موجودين يمكن يقدروا يوصلوا الفكرة وان احنا متحركين بس ادينا المشكلة دي نعمل ايه ونتحرك فيها صعب او ان اقول اللي احنا بنعمله ده من غير ما اقول ان زي ما شفتوا كده ان الواقع اللي موجود في العالم كله تأثيره سلب جدا على كل الدنيا وبالتالي الشعوب بتعاني واحنا في مصر انا قلت الكلمة قبل كده قلت ان حالتنا ما تتحملش الدكتور مصطفى ضغطة اكتر من كده ما تتحملش ايه بال بالعكس هتحتاج مننا نقول يعني نزود مزلتنا للحمية الاجتماعية في المرحلة اللي احنا موجودين فيها حتى نخفف على المواطنين من التدعيات بتاعة الازمة دا يعني انا حقولها هنا التوجيه للحكومة بتعزيز مزلة الحماية لتخفيف تدعيات الازمة الاقتصادية العالمية على المواطنين وتوفير اكثر رجالة الدعم والمساندة للفئات الاكثر تأثرا حلو مجلس الامنة اللي يتعامل دا خد بالك هنا الرئيس ترك مسألة تشكيل مجلس الامنة للحضور قال اعملوه انتو منكو فيكو يعني انا واحد من الناس ستمنى ان انا اشوف مجلس الامنة دا ممثل فيه مجلس النواب ممثل فيه القطاع الاستثماري القطاع الخاص ممثل فيه الدولة على اسم الدول التالت ممثل فيه خبراء اقتصاديين مستقلين وبالمناسبة حضراتكم خدتوا بالكو الدكتور زياد بهاي الدين قاعد فيه ولا لا قاعد جنب دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزر بالمناسبة الامور برضو ما بتمشيش اعتباطا خالص كل حاجة بتتعمل الصح وبالترتيب وبمنتهى الدقة ما فيش حاجة بتمشي اعتباطا اوعى تفتكر ان الشغل الجهجهوني لسه شغال